بدأت يوم أمس الجلسة الرابعة حول الجمعية العمومية للمجلس الوطني العالي للتنسيق والتمهيد للصندوق العالمي لمحاربة السل الرئوي والملاريا والسداء حيث رأس أعمال الجلسة الأمين العام لوزارة الصحة العامة دكتور حامد جبر بحضور العديد من المسؤولين وأعضاء المجلس كانت المناسبة بمقر المجلس بالحارة بالدائرة الثالثة تقرير محمد الصالح الحسين بصوت عبدالله هارون الجلسة الرابعة الخاصة بالجمعية العمومية للمجلس الوطني العالي للتنسيق والتمهيد للصندوق العالمي لمحاربة السل والملاريا والسيداء بدأت أعمالها بكلمة نائب رئيس المجلس زين العابدين إبراهيم شريف التي قال فيها إن السلطات قدمت طلبا للمنظمات منذ عدة أشهر بحد في تقديم الدعم اللازم من عجل القضاء ألا داء السلوى مرت فقدان المناع المكتسب السيداء والملاريا وذلك من عجل تعزيز النظام الصحي وقزى الأنظمة المحلية للصحة بتقديم الدعم للحكومة لرؤية عام 2017 وحتى عام 2019 وذلك من قلال نمازج مختلفة حيث نقشت في حازي الجمعية العمومية عدة نقاط أهمها مراجعة القرارات التي اتقذت في الدورة الأولى الخاصة بالجمعية العمومية التي أقدت في يوم 20 من فبراير عام 2017 إجراءات المبادئ الأساسية المتعلقة بالدعم الجديد لمحرابة الأمراض السلاسة فضلا عن اقتيار المراحل الجديدة للحد من السل الرأوي والسيدة والملاريا وذلك بحلول عام 2019 وحتى عام 2021 علما بأن هذه الأمراض تناقصت إلى حد كبير بنسبة 38% وذلك بفضل جهود الحكومة الشادية وشركائها في التنمية